بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وسلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء من الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفتون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرننكم الحياة الدنيا ولا يغرننكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواه إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا له عذاب شهيد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من ترامي ثم من نطفتي ثم جعلكم أزوادا وما تحمل من أوسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستول بحران هذا عزب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشعون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى زالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنزر الذين يحشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسوده ومن الناس والزواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه سرهم على نية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوره ويزيده من فضله إنه غفور ششنور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لطبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شخور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نهوب والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهو يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوبوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن منه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرهيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهه نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهه نذير ما زادهه إلا نخورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا